وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي في تعزيز جهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بالدولة وقد جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من المشروع القومي لتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهود الاقتصاد الوطني ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وخلال الاجتماع تم عرض الشركات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة كما تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر خمسين صندوقا سياديا عالميا رغم حداسة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار الصندوق السيادية المصري في تعزيز جهوده الهدفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الوعيدة في الدولة وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص تعظيما لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمعطنين وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث الهلمي والدكتور محمد عوض تاجدين مستشاري رئيس الجمهورية للصحة والوقاية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة في ضوء معنته تلك المنطقة للسنوات من صعوبات وتحديات أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين قبل أن يتم اتخاذ قرار من السيد الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة وتهيئة بيئة عمل جاذبة وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية وميكانة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أسليب عملها وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة ألمية وطبية في المنطقة الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف تطوير التعليم العالي الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 290 جامعة العام الحالي سواء جامعة حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعة أجنبية وفي هذا الصدد شدد السيد الرئيس على الأهمية الحاسمة لهذا القطاع في تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات وبحيث يساهم الطلاب المصريون بشكل فعل في عملية إنتاج المعرفة ويضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالي والبحث الهلمي اشتركوا في القناة